لحسن صوته وجمال شكله يعد طائر الحسون أكثر الطيور التي يقبل المغاربة على تربيتها الإقبال الكبير على اقتنائه والصيد الجائر له أديا إلى تناقص حاد في أعداده كما أكد لنا سكان قرية بن حسن الذين كانوا شهودا على عملية الصيد من طرف مغاربة وأجانب قلت لك هنا كان يجيو واحد جوجة سبليون ولا ثلاثة ولا ولا ما عقلت شيء في ذلك الوقت كان يجيو لنا كيدروا الشبكة هنا وشبكة هنا وشبكة له وهما كيحيدوا تا كيجيو وذي كيشربوا كلمة موجودة هنا كيشبروا وعندما كيشبرهم وكيجيو في الصباح لجيوو ذي للسيق ذي العودة بذي للسيق وكيجمعوا كل شيء بتكارب لانتاع عملية الصيد كما رصدتها كاميرا ميدي آن أو كما تظهر ذلك بعض مقاطع الفيديو التي توصلنا بها أقل ما يمكن وصفها بأنها وحشية حيث يتم استياد هذا الطائر عن طريق وضع لصاق بالأشجار أو عن طريق شبكة تؤثر في آن واحد أزيد من ستين طائرا كيجيو لهاد المناطق هادو في كيكون مرعا دي لهاد طائر الحسون هدا وكيقوموا بصيد يعني واحد صيد جائر بواحد طريقة خطيرة لأنهم كيستعملوا واحد للسق هذا للسق هدا كيأتي يعني على جميع الطيور بما فيها الحسون اشتركوا في القناة